استقبل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الوفد المشارك في النسخة الرابعة لمنحة ناصر للقيادات الدولية وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب الجنوب في الفترة من الحادي إلى الخامس عشر من يونيو الجاري ضم الوفد أكثر من مائة وخمسين من القيادات الشبابية لستين دولة من كل قارات العالم وأعرب عبدالرازق في كلمته لهم عن سعادته بهذه الزيارة التي تبرز قيمة الشباب كأفراد فاعلة في المجتمع مؤكدا أن منحة ناصر للقيادة الدولية تأتي استكمالا لجهود الدولة المصرية الرائدة في تعزيز دور الشباب محليا وإفريقيا من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب ترجمة نانسي قنقر هي زيارة أعتبرها بأنها ديبلوماسية موازية بحكم أننا صفراء لبلداننا مختلف الأقطار ومختلف البلدان التي تزور والتي تشارك في منحة ناصر في نسختها الرابعة فهم صفراء بالدرجة الأولى وزيارتهم اليوم للبرلمان المصري باعتباره أيضا برلمانا مؤسسا منذ حوالي أكثر من قرن ونص من الزمن وأيضا هي زيارة لمعرفة طرق التشريعية وكيف يتخذ المشرعون ونواب الأمة المصرية قراراتهم وأيضا للحديث عن التجربة المصرية في المجانب البرلماني تشكر الحكومة المصرية على دعمنا نحن كشباب سوري وبذات أنه أنا أول سورية بدخل على مصر لأحضر منحة ناصر للقيادة الدولية بعد نسختها الرابعة وكانت أول استضافة سورية هاي السنة بالمنحة فكانت الحكومة المصرية كتير هي حدا داعم أنه هيقلتنا للسفر لحضور المنحة صراحة يعني أنا كنت سعيدي بالموضوعات اللي كانت عم تنطرحوا بالإنجازات لمحاقة الحكومة المصرية على صعيد المجتمع المدني الحقيقة أنا سعيدة جدا أني اتشرفت بالمشاركة في منحة زعيم جمال عد الناصر لأنه المنحة بتجمع شباب من كافة الدول الأفريقية وغير الأفريقية بنفكر مع بعض بنتعلم إزاي نفكر بطرق جديدة بنطلع وبنعرف معلومات عمرنا ما كنا بنتكلم فيها ونعرفها قبل كده فيما يتعلق بالتعاون الإفريقي وأجندة إفريقيا للتنمية المستدامة وكيفية إعمال أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع بالإضافة طبعا لمجموعة من الموضوعات والزيارات اللي قمنا بيها ولسه حنقوم بيها خلال الأيام اللي جاية اشتركوا في القناة